نماذج من التوقعات المهدوية التي وصلتنا من الناحية المقدسة من إمام زماننا لازلت أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة صفحة 547 إنه التوقيع التاسع والأربعون أذهب إلى موطن الحاجة لأن الوقت يجري سريعا وهناك الكثير من المطالب سؤال وجهه محمد بن جعفر الأسد من خلال السفير الثاني إلى إمام زماننا أسئلة ما يرتبط بالتصرف في أموالهم أموال العترة الطاهرة أموال إمام زماننا فماذا أجاب الإمام صلوات الله عليه وأما ما سألت عنه السائل هو محمد بن جعفر الأسدي وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا بالضبط مثل ما يفعل المراجع الطوسيون اللعناء مع أن الأموال التي يسرقونها من الشيعة الإمام أباحها لشيعته وهم يضحكون على الشيعة ويسرقونها من الشيعة ومع ذلك فإنهم يستحلون أمرين يستحلون سرقة الشيعة باسم الإمام ويستحلون مخالفة ما حكم به الإمام من الإباحة والحلية فضلا عن الخداع والكذب والسرقة واللصوصية ألا لعنة الله على دينهم أي دين هذا إنه دين مراجعنا العظام هذا هو دين القذارة والخراء إن الخراء لأطهر من دينهم وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا مثل ما قرأت عليكم من كتاب الخمس لمرتضاء الأنصار إلى هذا الصغط اليدلي ماذا كان يقول؟ من أن التصرف في أموال الإمام هو إحسان محط ما على فاعله من سبيل ويستمر في كلامه من أنه يجوز لهذا المتصرف أن يتصرف بأموال الإمام وإن لم يعلم رضاه بالخصوص رضا الإمام الإمام ماذا يقول؟ السائل يسأل في نفس هذا الموضوع وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة الذين يدفعون الأموال لهؤلاء السفلة من آيات الشيطان العظمى يشاركونهم في هذا يشاركونهم فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولساني كل نبي فمن ظلمنا هذا كلام إمام زماننا فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين تتذكرون كهشف الغطاء شيخ جعفر من أنه يستعين بالظالمين لإجبار الشيعة على دفع الحقوق الشرعية على دفع الخمس وحينما كنت أحدثكم قلت لكم هذا ليس من أعوان الظالمين هذا هو ظالم بل هو أكثر ظلما من الظالمين الآخرين فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ثم يستمر الإمام في الإجابة على أسئلة محمد ابن جعفر الأسد فيقول وأما ما سألت عنه من أمر الضياء جمع لضيعة البساتين الحقول المزارع وأما ما سألت عنه من أمر الضياء التي لناحيتنا لناحية المقدسة لإمام زماننا هل يجوز القيام بعمارتها هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها أن تدفع ضريبة الخراج للدولة لأن الدولة كانت تأخذ ضريبة الخراج على الأراضي على المزارع هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للآجر وتقربا إلينا الإمام يقول تقربا إلينا إلى صاحب الزمان فماذا يجيب صاحب الزمان فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره من دون إذن صاحب ذلك المال لماذا لماذا أموال صاحب الزمان مستباحة من قبل هؤلاء اللعناء من قبل مراجع النجفي وكربلاء الحقراء من قبل هؤلاء اللصوص فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا الكلام هو هو الذي مر علينا في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لأي شيء لتطيب ولادتهم ولا تخبث كي يكونوا مرتبطين بمنظومة طيب الولادة الذين يدفعون الأخماس والذين يأكلون الأخماس والذين يتصرفون في الأخماس لن تكون ولادتهم طيبة لأنهم يعاندون حكم الإمام هؤلاء جزء من منظومة خبث الولادة ومن هنا انتشر اللواط فيهم وانتشر الشذوذ الجنسي بكل مستوياته النظرية والعملية أعود وأسأل لماذا 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 مدينة النجف المدينة الأولى لللواط في العراق لماذا لماذا كبيرة هذه ولماذا إذا ما دخلنا إلى النجف فإن اللواط يكون مركزا في حوزة النجف في المؤسسة الدينية الطوسية وإذا دخلنا في حوزة النجف لماذا لماذا اللواط مركز في مكاتب المراجع في الدوائر المرجعية وفي الأسر العلمية التي تنتمي إلى المراجع الكبار من الأموات أو من الأحياء لماذا 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 هذا هو السر إنه المال الحرام المال الحرام هو الذي فعل في النجف ما فعل وهو الذي فعل في الحوزة الطوسية ما فعل وهو الذي فعل في الدوائر المرجعية والمكاتب المرجعية وفي الأسر العلمية التي هي أسر المراجع من المراجع الكبار من الأموات والأحياء المال الحرام ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا وتستمر التوقعات الشريفة بهذه المضامين التوقيع الحادي والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما من مالنا العنوان الأول الخمس فالخمس مال صاحب الزمان ذول السرسرية بالنجف وفي كربلاء ذول الهتلية اللي يسمونهم مراجع هؤلاء العواهر عواهر الدين هؤلاء يضحكون على الشيعة يقولون للشيعة من أن أموال صاحب الزمان عندكم هي جزء من أموالكم حينما يستلمون تلك الأموال يقولون هذه أموال مجهولة المالك حكمها حكم الأموال المجهولة المالك ما أنتم قلتم للشيعي من أن مالكها صاحب الزمان لماذا حينما تحولت إلى جيوبكم صارت مجهولة المالك تقولون من أن المالك لا نستطيع أن نصل إليه ما أنتم تدعون أنكم نوابه الوكيل كالأصيل لكنكم تعلمون في أعماق نفوسكم أنتم لستوا نوابا له أنتم لستموا كلاء له هذه القضية تعرفونها في أعماق نفوسكم لكنكم كذابون أنتم سراق خوانة أنتم قطاع طريق حتلية وسرسرية ومن سنة أربعمائة وثمانية وأربعين إلى الآن الضحكون علينا يسوي لكم مذهب نجس هذا المذهب الطوسي ومن ذاك اليوم هذا اليوم الضحكون علينا أولاد الحرام أنتم لو مؤولاد حرام ليش انتشر اللواط بيناتكم ليش اللواط منتشر بيناتكم لماذا المؤسسة الطوسية رائحة اللواط تنتشر في كل جهاتها لماذا؟ لماذا؟ الأسباب هي هذه الأسباب هي هذه بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر